وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعد التدبير بالاعمال اليدوية اتأكدين انت اشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بينا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا مساء الفن نزلنا 9 افكار لعيد الملاد وال9 افكار نزلوا على 3 اجزاء النهاردة الجزء الرابع هيكون فيه فكرة رقم 10 الفكرة رقم 11 كده قطعة كده من الكرتون وحعمل باستخدام الطبق دايرتين على قطعة الكرتون هما يعني ايه بقى معي قطعتين مدورين كده وعملت من نفس المقاس آآ دايرة برضو على الفون جليتر تمام كده هبتجي ان انا الزق التلات طبقات دول او التلات اجزاء مع بعض القطعتين الكرتون وفوقيهم قطعة الفون جليتر طبعا بلزق هنا باستخدام مصدس الشمع اهو حلزق كمان طبقة الفون جليتر بوسي لو عايزة تغليفها من الناحيتين اغلي فيها براحتك جدا آآ بس انا الفون جليتر قصر معايا مش معايا يعني منه كتير فغلفت بس ايه الناحية دي واستبت الناحية دي بس انت لو عايزة تغليف الناحية التانية عايز براحتك بعد كده قطعة برضو من الفون جليتر قصها بالطريقة دي بس بلون مختلف بنفس الدكور اللي احنا بدقينه بتاع الاميرة صوفيا مع بعض حب تزي ان انا الفه كده على الكرتونة زي ما انتو شايفين حوالين داير بالطريقة دي بعد ما خلاص لزقته انا عملت قطعتين عشان هي كانت قزيرة تمام فلفتهم عشان ايه يكملوا بعض عشان كده كده كنت عمنا قطعتين بعد كده نجيب الاميرة صوفيا تبعها آآ برينتر الوان تمام تبعها الوان حب تزي ان انا الزقها على آآ الجليتر الفون جليتر عشان تقويها وتدعمها شوية بعد كده حبتزي ان انا قصها كده حمشي على حدود الصورة بالزبط وهفرغها آآ للشكل ده اهو بعد كده فحرفها من تحت احط كده شام وحب ده ان انا الزقها في الطبق اللي انا عملته ده بالطريقة دي كده زي ما نشايفين الصوت الفون جليتر آآ لما نزقنا عليه الصورة او الرسمة خليها كده قوية شوية مش بتميل ولا يميل ولا شميل زي ما نشايفين اهو قدامكم دي كانت الفكرة آآ رقم عشرة ويلا بينا نروح على الفكرة رقم 11 اللي هي مرتبطة اصلا بالفكرة ايه رقم عشرة كياس دي بتباقي عند الناس اللي بيبيع الكياس آآ بعشرة جينية هيديكي حبة حلوين يعني هيديكي حبة كتير جدا بتجيب بقى شبسيات آآ شي توس بس تكون اللي هي الكياس اللي هي الاحجام كبيرة عشان تعمل معاكي كميات كتير يعني وبتبتدي ان انت تاخدي شوية كده وتحطيهم في الكيس الكيس ده اللازق بتاعه ولازق زيتي يعني بصوا حوارهولكو دلوقتي بتشيل كده اللي من فوق دي تمام وبيلزق معيكي طبعا توزعات الاطفال اهي صحلة جدا بسيطة جدا مش مكلفة بالمرضة كمان بيجيبي آآ كنا جايبين صور كده بتاعت الاميرا صوفيا كنا لازقينها قبل كده في حاجات كتير مع بعض طبعا منهم برضو جزء كده كمية ولازقتها على الكيس اه بصي عملتي توزعات بشكل الاميرا صوفيا حلو جدا يلا بينا نشوف بقى بعد ما رزقناهم هنعمل بيهم ايه بص بق شايفين شوفتوا الطبق اللي احنا عملناه في الاول اللي عليه الاميرا صوفيا المجسمة هحط بقى فيها التوزعات بتاعت الاطفال دي الشيرسي والشيتوس اهو زي ما انت شايفين تقدري بعد تحطي مصصات زي ما انت عايزة حط لهم تقدري تعملي لهم فشار وتحط لهم اهو بصوا طريقة صحلة جدا بسيطة جدا شيء جدا جدا آآ مش مكلفة بالمرضة تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزيها تمام كده انا عاملاك اه عاملا الاشكال والافكار دي عشان انا عاملا بوفيل الاطفال عندي في عيد ميلاد بنوتي تمام كده اهو بصوا شاكله شاكل حلوة اوي شيء جدا والاميرا كده المجسمة زيش حلوة اوي تقدري كمان بعد العيد ميلاد بنتك تستخدم الطبق ده تحط فيه الاكسسوراة بتاعتها والتوى بتاعتها انا كده خلاص خلصت دي عشان اanium حلوة احداثين